في محاولة دولية لكبح جماع إثيوبيا في محاولة دولية لعدم خروج الملف عن السيطرة السفير الأمريكي لدى جمهورية الكنغو الديمقراطية في كينشاسا أرسل برسالة إلى الوفد الإثيوبي بشأن مفاولات صد النهضة دلوقتي لأنه استشعرت الإدارة الأمريكية ممثلة السفير الأمريكي في كينشاسا اللي بتدور في المفروض دلوقتي أنه هناك تعاملت إثيوبيا وصلت إلى الإدارة الأمريكية فالسفير الأمريكي أرسل رسالة إلى الوفد الإثيوبي وزير الخارجية الإثيوبي من فضلكم تبادل وتناول المعلومات الخاصة بكمية المياه المتدفقة إلى السد الإثيوبي وكمية المياه المنصرفة من السد الإثيوبي يجب أن تكون بين أياد المصريين والسودانيين تبادل وتناول المعلومات لابد أن يكون هناك مرونة في المفاوضات يبقى الجانب الأمريكي استشعر وتأكد أن هناك تعاملت إثيوبيا فكانت رسالة السفير الإثيوبي إلى الإدارة الإثيوبية الموجودة في كينشاسا لمزيد من المرونة وتناول وتداول المعلومات مع كل من مصر والسودان وزير راي في جنوب السودان في جنوب السودان بيقول أنه بنفس الطريقة في صحيفة الانتباهة بيقول على إثيوبا تقديم تنازل لمصر والسودان أنا بقول لسعاد سفير الراي الجنوب السوداني في جوبا أصدقائنا وأخواتنا أنه لا نريد من إثيوبا تنازلات إحنا عايزين حقوقنا من إثيوبيا يعني أنا لا أطلب من الإثيوبيين تقديم تنازلات لأنه أبي أحمد لن يستطيع أن يقدم تنازلات لكنه إحنا بنقول نريد حقوق واضحة طبقا للقرون الدولي من إثيوبيا لكل من مصر والسودان وفقا لما يجري عليه الآن العالم كله في الأنهار العابرة للحدود طبعا وزير راي في دولة جنوب السودان بيتكلم بيقول إحنا بنقف يعني موقف محايد وفي أخبار يعني تناثرت هنا وهناك على أساس أنه جنوب السودان بتميل ميلا ناعما إلى الجنوب الإثيوبي فوالراجل بيرفض وبيحاول أنه يوضح الأمور وفي أدلة بحديث إلى صحيفة الانتباهة باللغة العربية يعني حتى لا تغضب مصر والسودان بيقول إن إحنا على الحياد وبنطلب من إثيوبيا أن يكون هناك نوع من التنازل أنا بقول له نوع من تفهم الواقع لن تستطيع إثيوبيا فرض الأمر الواقع